السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهاردة يا حبيبي اعملين ايه؟ نهاردة فيديو جديد طبخ. هنعمل وراك روميي انا ونقعت عليها وكنت بصورها لكم بس لاسه في الفيديو تقطع. اه ولعنا عليها بسلقةها جسالتها ونضفتها ونقعتها ربع ساعة او عشر دقايق في خل وملح ولمون ومية. وحطط لها التوابل. وهنعمل جنبها بسلة. انا بعمل لوقتي بسلة. حتى مرسل مدادوا بنية بتحت سفنة. هنعمل بسلة. جنب الرومي. هنحمرها. الورا كرون هنهتخمر. انا بحضرة الطماطي بتاعتي بسلة. انا بحضرة الطماطي. 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 عشان تبقوا شايفين معي. خطوة خطوة. انا بحضرة الطماطي. الطماطي كما تراكم هذا. الطماطي الغلي. بيغلي هو خلاص دخل في السوا و انا اضطته كمان الملح اضطته طوابل لتبصر كتير جنزبيل وبهارات نشفكلة وفلفل اسود وملح وشوية كمون وحبهان وورق رورو ومستكة وحطي الجزرائع وطماطموية عايز تحطي ارفة بس انا مصرح لم يخطش ارفة بالوقتي هنستنى بس البصلة تصفد كده وتتبل كننزل عليها بالطماطم انا انا بحطش يعني فيه ناس ما بتحطش طومة على البسلة وهي المفروض من غير طومة زي ما انت عايز عايزة تحطي خطي هدا تربعلي انا عشان الطم مفيدة اوي بصراحة بحب ان انا خطة حطة لو قص واحد هتقطع هتقطع يعني الطم قتل للجرسيم وبيحمينا من امرار كتير اوي بس انا محبش هتقطع بتبقى تقيلة ازاي عشان مش من فقطيعوها نضح التوابط بخطير نضح وفرس البطاعة مكعب مرقه مكعب مرقه مكعب مرقه دي جوجي طبعا مغرزلة الدنيا نوس معلقة بابريكا فلفل اسود دي جوجي طبعا مغرزلة ضوما مغرزلة ازفه هنا أسفر سأقلب كل هذا قليلاً ماء مغلياً سأشارك أيضاً في الصلصة قليلاً فقامت تقليلاً سأعتقدت سغيرة سستطيعنا ب experiإمكانك جاءت ان تقوم برحتك السلتات مجمدة و مجمدها و مجمدها و ممشدها تجعلها زي ما انتم شايفين. هنزل فيها هول مزين. هما يصبقوا كلهم مع بعض. انا بحط الجزر معي لان انا مقطعها الجزر في خين. كبير باين. احط بس معلقتين شربة. سوين اجيب المصفى. احط معلقتين شربة. اصفي شربة الرومي دي. اصفيها عشان بيبقى فيه عدم صغير. احط معلقتين شربة كده. عشان اللبسلة تسفين فيها. دي على حسب برضو خريتي كنتي انا عادي اخط. كنتي مش عايز بحط مكورتيش. دي تردع مقارياتك الشكسية. طيب يتبس لها كده بس انا اصليها الملح. ومش انا اصليها الملح كتير كمين. نحطها على التماطل شعراء السكر. هستيبها بعتغلي. مما تستوي. نجرفها مع بعض ونرجع لكم. الرومي هو. الرومي هو خلاص. استوي اعتبر. هنشوف برضو مع بعض. نطلعها حتة ونشوفها. هو سهل جدا ما نفوش حاجة. سهل جدا ما نفوش حاجة. سهل جدا ما نفوش. سهل جدا ما نفوش. سهل سهل بسلة. سهلت بسلة. سهل تغلي. سهلت تسبك. ونرجع لكم. نعمل مع بعض رز شوية رز كده حلوين نحطت المحلوة عن نور نستنع او زبدة او زيت او زبدة بلدي على حسن ما انت عايزة ما انت عايزين شوية شعرية نحوول نقصر كبه نقصر الشعرية نحضر كبه الرز نقصر نقصر الشعرية هيا حبيبي زي ما انتم شايفين الشعرية اتحمرت هيا اخدت لون نحنزل عليها بالرز نحنزل عليها بالرز نحنزل عليها بالرز نحنزل عليها بالرز نحنزل الملح نضيف 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 الملح اضعها بالماء استنى الروس لما يغلي بعد كده هقلبه وواتي عليه نحاول بس هدوب المكعب المرأة هقلب على خفيف كده هدوب مكعب المرأة كده ملحا مزبوط اسيبها بقى اسيب الرز لما يغلي ويتشرب وابقى ارجع لكم كده خلاص يا حبيب الرومي عوز توا اه زي ما تشايسين انا طلعت بس احتتين على قدي هي المفروطة تتحمر في تسح تحط لها اي مادة دهمية واتحمريها انا بصراحة بعملها بطريقة مختلفة شوية انا بعصر عليها لمونة بعصر عليها بعصر علي بعمل برضو فراغ كده على بيكا بعصر عليها لمونة يعني نصف لمونة لمونة زي ما انت عايزة وشعر التابابريكا وشعر التابابريكا وفلفل اسوه حاجة بسيطة ايه كده كده متابلة حاجة بس بسطة وشعرية ملح كفيفة قوي ده ما انت شايفة كده وانت بقلب كل دوت في بعضه وانت بقلب كل دوت في بعضه اخليها تشغر من كل ده اللمون بي ااا يعني بيديها طعم حلو او بيخليها تتحمر من غير اي مواد مبنية غير كده كمان بيخليها يعني لو في اي زفرة او اي حاجة بتقوح انا بعمل برضو الفراغ بنفس الطريقة دي بتبقى بصراحة خطيرة بتبقى طف واحطها بصنية اضطها حدادين بص نوع وادخلها على الشواية تتحمر الشواية بقى هي اعطيها لون من غير اي موادو من اتحمر وارجعلكم وده كان غدا يا النهاردة كان غدايا النهارده زي ما انت شايفين بسلة ورد ووراكل لومي يارب الفيديو يعجبكم اشتائينا اشتركوا في القناة